زادت الولايات المتحدة عديد قوتها الموجودة في الأردن دولة الحدودية مع سوريا من 250 جنديا إلى 1000 جندي كما أعلن مسؤول عسكري أمريكي وأوضحها المسؤول العسكرية أن حوالي 700 جندي شاركوا في منورات عسكرية انتهت هذا الأسبوع وظلوا في المملكة وأكد المسؤول أن هناك وحدة عسكرية أمريكية أخرى موجودة في المملكة لإجراء تدريبات وكان البنتاجون أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستبقي مقاتلات من طراز F-16 وصواريخ باتريوت بعد انتهاء منورات الأسد المتأهب وتخشى الولايات المتحدة من تداعيات الحرب السورية على الدول المجاورة ولسيما الأردن أحد حلفاء واشنطن بالمنطقة